شاهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية الاحتفال الذي أقامته الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بمناسبة تخريج الدفعة الثانية والثالثة والرابعة من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة حيث تم تدشين المنظومة الإلكترونية لإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية أن الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك المعظم تشكل الأساس الرصين الذي انطلق منه مشروع العقوبات البديلة والذي يشكل نقلة حضارية في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وأوضح بأن توجيهات جلالته بالتوسع في تطبيق القانون بمثابة الضمانة والدعم لاستمرار المشروع وتحقيق الأهداف الإنسانية والمجتمعية المرجوة مشيدا بما تقدمه الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم وإسناد لكافة البرامج والمبادرات الإنسانية وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الوطنية على دورها في دعم البرامج التأهيلية والتدريبية للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحة منوها إلى أن ما شهدناه اليوم من تطوير وتحديث وطرح مبادرات جديدة تسهم في مزيد من الإنجاز يعكس التفاني والإخلاص والأداء المهني للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والقائمين على البرنامج من خلال تطوير البرامج التأهيلية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المجتمعية كما عبر معاليه عن شكره للمستفيدين على التزامهم وانضباطهم وجديتهم أثناء تنفيذ البرامج بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل فعال إنما حققت مملكة البحرين من نجاحات في تحقيق أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال منظومة العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة التي شكلت قفزة نوعية في تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان أكدت أن مملكة البحرين تصبح لله الحمد نموذجاً رائداً وملهماً ومثالاً يحتذا به من مختلف دول العالم كما هو معروف عنه وهو ما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بالارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وإعادة إدماج المستفيدين بالمجتمع حيث تمضي مملكتنا الغالية في مسيرتها الحضارية انطلاقاً من فكر ورؤى سيدي حضرة صاحب الجلال الملك المعظم حفظه الله ورعاه إذ نحت في هذا العام باليبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم حيث شهدت على مدى 25 عاماً مبادرات ملهمة شملها مشروع جلالته الإصلاحي ومسيرتها التنموية الشاملة التي عززت التنمية والرخاء والإزدهار وجسدت قيم الإنسانية والتسامح والسلام التي يزخر بها عهده الزهر كما كانت الرؤية الحكيمة السيدي حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هي الدافع الرئيسي لدعم إنجازاتنا من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة مما تتوافق مع أهداف مبادرتنا بغيادة سيدي الفريق أول معالي وزير الداخلية الموقع وننتهز هذه الفرصة بتقديم الشكر والتقدير لجميع الجهات الشريكة معنا في تحقيق أهداف منظومة العقوبات البديلة من جهتهم عبر المستفيدون من البرنامج في كلمتهم عن كامل الشكر والعرفان لجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معربين عن امتنانهم لمعالي وزير الداخلية وسعادة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على النجاح الكبير الذي حققته منظومة العقوبات البديلة والتي تشكل إنجازا نوعيا وحضاريا وإنسانيا لمملكة البحرين وتضمن الاحتفال في المنتزجيليا قصيرا عن المشروع الحضاري للعقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة ونهنيهم على نجاحهم المشهود في ترجمة الأذر الإنساني والاجتماعي المرجو من البرنامج والمتمثل في من المستفيدين من أملا جديدا لاستعادة ذاتهم وللاندماج في مجتمعهم وللحفاظ على استغرار قسرهم وهذا أمر نحرص عليه ونوجه لتطوير مجالاته وتنويع فرص الاستفادة منه بوركت جهودكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ذلك قام معالي وزير الداخلية بتكريم عدد من الداعمين وشركاء النجاح والمستفيدين المتميزين من البرنامج وأصحاب المشاريع الفائزة وأفضل مدرب بجانب تكريم ضيف الشرف الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم تفضل معاليه يرافقه الحضور الكريم بجولة في معرض مشاريع المستفيدين والتي تعكس قدراتهم وإبداعاتهم واستفاداتهم من المحاضرات والبرامج التأهلية التي قدمت لهم على مدار عام كامل من الإعداد والتدريب ومن بين تلك المشاريع مشروع استخدام توربين الريح على الشوارع العامة للحصول على مصدر إضافي للطاقة النظيفة والمتجددة ولإنتاج طاقة كهربائية من حركة مرور السيارات وكذلك مشروع جهاز تحويل النفايات البلاستيكية إلى منتجات جديدة أو مواد خام يعاد استخدامها حيث يتم استخدام المواد البلاستيكية المعادة تدويرها في تصنيع منتجات جديدة كما تقوم فكرة أحد المشاريع على توفير شاحنة متنقلة ومجهزة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية إلى خشب مضغوط يسهل استخدامه فيما يهدف مشروع آخر إلى حل مشاكل مقاولي البناء وخدمات الحديد المسلح حيث يتم استخدام الفايبرغلاس المدعم بالحديد كبديل للخشب ليسهم في توفير الوقت والجهد وقد قام المستفدون بتصميم هذه المشاريع في ورشة العمل المخصصة لذلك بمجمع السجون المفتوحة نحن اليوم فخورين بهذا الإنجاز اليوم تخريج الدفعات الثالثة والثانية والرابعة من برنامج الأقوبات البديلة هذا البرنامج الرائد اللي مملكة البحرين تتميز فيه فهنيا لحكومة مملكة البحرين قيادة وشعبا على هذا البرنامج المتميز على مستوى العالم اللي احنا نتميز فيه في مملكة البحرين احنا اليوم نشوف الأرقام اللي يتخرجون من هذا البرنامج من تأسيسه إلى اليوم في تصاعد كبير وأن العدد اللي يرجع جدا ضئيل فهذا يعكس على نجاح هذا البرنامج احنا كسلطة تشريئية ندعم التشريعات اللي تصب في مصلحة تطوير منظومة السجون المفتوحة والعقوبات البليلة لان احنا شفناها فعلا هذا من انجح البرامج اللي هي من خلالها يتهيأ النزيل ان يكون فرد صالح للوطن وخير ذليل على ذلك المشاريع اللي احنا شفناها اليوم اللي هما نفسهم انتجوها المتخرجين كلهم عندهم انجازات تفخر فيها مملكة البحرين فهنيا لنا وهنيا لهم ان شاء الله طبعا في البداية احب اني اهن مملكة البحرين بهذا الانجاز الوطني لانه يعد انجاز وطني من الدرجة الاولى ويكفي انه يعطي فرصة ثانية لكافة المستفيدين من هذا البرنامج لبدء حياة جديدة وبدء صفحة جديدة تضيف الى مملكتنا الغالية طبعا هذا المشروع احنا شهدناه منذ حداثته وطبعا شهدنا التطور الكبير اللي مار فيه ومراحل التطور الكبيرة اللي مار فيها المشروع في الواقع وهو طبعا شيء اضاف كثير لمسيرة حقوق الانسان اليوم نحتفي بخرجين الدفع الثاني والثالثة والرابعة استكمالا لمسيرة السجون المفتوحة والعقوبات البديلة وهي البرامج الرائدة التي مثلت نقلة نوعية على مستوى العربي والمستوى العالمي وحظيت بتقدير واعتبار المجتمع الدولي وحظيت بتقدير اعلى الهيئات المعنية بمراجعة السجون المفتوحة ومراكز الاصلاح والتأهيل نحن اليوم نحتفي بمسيرة رائدة تعزز من مكانة مملكة البحرين وريادتها في مجال حقوق الانسان نشكر معالي وزير الداخلية نشكر القائمين على برنامج السجون المفتوحة والعقوبات البديلة تشرفنا اليوم بحضور حفظ تخرج الأفواج الثاني والثالث والرابع من برنامج السجون المفتوحة والعقوبات البديلة مشاركتنا في هذا البرنامج برنامج رائد حقيقة ويعطي فرصة ثانية لجميع المستفيدين لدمجهم مرة أخرى في المجتمع في المجتمع البحريني ويكونون عناصر فعالة في هذا المجتمع في أسارهم في أماكن عملهم نحتفل اليوم بتخريج دفعات جديدة من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة حيث يعتبر هذا البرنامج جزء من رؤية جلالة المالك حفظه الله ورعاه في دعم المسيرة الإصلاحية ويعتبر فرصة فريدة من نوعها للمستفيدين للاندماج الإيجابي في المجتمع حيث يساهم هذا البرنامج في بناء مستقبل أفضل لكل المستفيدين من خلال البرامج المقدمة لهم خلال فتراتهم في هذا البرنامج شهدنا اليوم بتخريج مستفيدي برنامج السجون المفتوحة جميعهم أتم ومتطلبات البرنامج من أجاه ولله الحمد وعدوا مشاريع النافعة لهم ولمجتمعهم ولبلادهم نهنئهم ونهنئ أهاليهم وهذه بداية انطلاقة جديدة لهم انتمنا لهم كل التوفيق طبعا المنظومة الوطنية للعقوبات البديلة وما تحتويه من برامج تأهيلية مميزة في مقدمة برنامج السجون المفتوحة بلا شك شكلت نقلة نوعية في النهج الإصلاحي والعدالة الجنائية وأيضا ساهمت في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان نأكد أن مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر والرؤى المستنيرة لسيدي جلالة الملك المعظم الله يطوه العمرة ومتابعة واهتمام سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يطوه العمرة مستمرة في تطوير التشريعات ونظم العمل والممارسات وفق على المعايير الدولية وبرنامج العقوبات البديلة خير دليل إلى ذلك تم تصميم برامج التدريب والتأهيل بناء على احتياجات المستفيدين لذلك خضعوا المجموعة من المواد التعليمية والورش التي ركزت على ريادة الأعمال والغيادة واللغات والغانون وتكنولوجيا المعلومات وهناك العديد من الأنشطة المختلفة أبرزها الحملات التطوعية التي تعزز أواصر التواصل مع المجتمع والتي تهدف بشكل رئيسي لإيصال هؤلاء المستفيدين إلى أعلى مستوى من الاستغرار يمنعهم من العودة إلى الخطأ قدمت برنامج صحي تثقيفي توعوي للمستفيدين في هذا البرنامج قدمت للدفع الثانية والثالثة والرابعة مدة البرنامج الواحد من ثلاث إلى أربع شهور حققنا استفادة كبيرة من خلال المعايير وتقييمات التي نقيمها للمستفيدين من بداية البرنامج إلى نهاية البرنامج لمسنا روح التعاون التفائل عندهم روح المبادرة وحبهم حق التطور والتعلم الموضوع أنه نفتح عقولنا على كثير من الأمور كانت في بالهم هي صحيحة طلعت لي صحيحة يعني كانت هم موجودين كانت في مركز الإصلاح الآن جينا هنا نعدل بعض الأمور نقول لهم خلنا نناقش بعض الأمور الإيجابية وشنو الأمور الإيجابية السلبية وش اللي يخلي واحد يطيح في الخطأ وش اللي يخلي واحد ما يصيح فنأخذ في هذا البرنامج برنامج شلون تكون مبادر شلون تكون متحاون شلون أنت دائما تنشط مخك ما تخلي روحك جامد شلون تكون رياضي في النهاية أنت تقع تفكر بعد تفكر في نفسك شلون أنت تكون في النهاية أنه موظف والله صاحب مشروع شكرا للمشاهدة